الحياة رحلة وليست سباقا فأقدارنا قد كتبت وأعمارنا قد حددت وأرزاقنا قد قسمت ولي يصيبنا إلا ما كاتب الله لنا يا رب لنا عندك حاجة ولنا فيك رجاء فنسألك بعزتك وجلالك وكرمك وجودك أن تقضي لنا حوائجنا وتيسر أمورنا وتشرح صدورنا وتسطر عيوبنا وتغفر ذنوبنا وترحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء اختم يومك بالرضى عن أقدارك والتعايش معها شاكرا راضيا حامدا اللهم انظر إلينا نظرة رضى تهدي بها قلوبنا وتغفر بها ذنوبنا وتردنا إليك ردا جميلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى الجميع يكون بصحة وعافية هنا معايات شيسكيك الأصلية طبعا أنا عملت تشيسكيك بأشكال جديدة بس طبعا الأصلية أنا اليوم بعملها لكم بكل تكتها وحركتها إن شاء الله يارب تعجبكم يلا نشوف مع بعض المقادير عندي بسكوت أي بسكوت طبعا أنت بتحبيه أنا عندي البسكوت ده هو أصلها ببسكوت دي جيس ديف لو عندك هتحطيه لو مش عندك يبقى أي بسكوت شاي احنا بنكله عندي جبنا مربعات ممكن تحطي جبنا مسلسات ممكن تحطي جبنا فلادلفيا زي ما بتحبي وهكتب لكم طبعا المقادير بالجرام وبالكوبية إن شاء الله في آخر الفيديو وعندي بطين وعندي كمان ساور كريم لو انت مش عندك الساور كريم ممكن هتحط لها بديلها زبادي وكمان زبدة عندي فانيليا وعندي كمان ثلاث معالق من النشا يلا نشوف مع بعض إزاي الطريقة أنا بجيب صنية مقاس كام مقاس 15 ممكن لو عندك مقاس 18 أو 20 أو 22 بتجي بيها وتحطي إيه وتزويدي المقادير شوية أنا عاملة المقدار على يعني 15 إزاي طيب بعرف صنيتي لو أنا مش عارفة مقاس صنيتي لو عندك مصطرة بتعمليها من النص في الصنية وبتشوفي هي مقاسها كام لو طلعت لك 15 هتبقى دي الصنية 15 سنتي لو طلعت 18 أو 22 أو مقاس 20 هتعرفيها بالمصطرة يلا نبدأ مع بعض أول شيء بكسر البسكوت وطبعا عندي زبدة الزبدة لازم مع البسكوت وعلى حسب البسكوت اللي عندك لو البسكوت بالزبدة طبعا مش هتحطي زبدة كتير لو زي بسكوت ديجي ستيف بيبقى بياخد زبدة أكتر على حسب البسكوت اللي عندك أنا هتحط البسكوت بالشكل ده وأطحنوه في الميكسر كويس جدا بسيح الزبدة الزبدة بتكون سيحة مش تكون جمدة يعني لأ بسيحها عادي وبضيفها بقى على البسكوت لحد لما يكون رملة معي زي الرملة عارفين يتعامل رملة وأول لما بدوس عليه بإيدي بيتعامل زي العجينة أنا عملت لكم قبل كده تشيز كيك هسيب لكم مقدرها بس دي بقى تشيز كيك القديمة اللي هي أول لما طلعت وهي المعروفة في كل المحلات الأصلية يعني فهعملها بالطريقة دي بعد ما عملت البسكوت مع الزبدة بالشكل ده هجيب صنية زي ما قلت لكم مقاس 15 وأحط بقى البسكوت فيها بعمل البسكوت بالشكل ده في القاع وفي الجوانب لو عندك برطمان صغير عندك كوباية زي كده بتعمليها بالشكل ده تحطيها كويس جدا وتساوي أهم شيء تسبتي الحروف علشان لما تدخل معي الفعم البسكوت ما يتفتفتش معي بجد تشيز كيك دي الأصلية بتطلع حلوة جدا خصوصا للناس اللي بيحبوا كيك تلجبنا هسويها بالشكل ده وهدخلها إيه هدخلها بقى الفريزر لمدة ربع ساعة لإما أدخلها التلاجة لمدة نصف ساعة أنا هدخلها الفريزر ربع ساعة ويلا نعمل معاكم بقى التشيز نفسها يلا نعملها مع بعض بجيب بولا اللي نفس اللي حطيت فيها البسكوت وأنضفها بس بمنديل وأحط فيها إيه الجبنة المربعات اللي معايا وأضيف عليها السور كريم أو الزبادي وهبدأ بقى أضربها بالمضرب اليدوي شوية تضربها علشان الجبنة إيه تتجنس مع بعضيها وتتفتفت من بعضيها يعني ما تعمل لش كتل لما أعملت شيز بتاعتها والجبنة طبعا تكون يمطلعها من بدري من التلاجة مثلا من ساعة زي الزبدة وزي البيت كمان البيت لازم يطلع من التلاجة وهحط كمان في الوصفة دي بيكينج بودر وهحط كمان نص كباية من السكر بحط السكر دلوقتي كده بالشكل ده سواء سكر عادي أو سكر بودرة لو عندك سكر بودرة بيكون أحلى وأنا هحط لها كمان هديها نكهة هعمل لها بشري لمونة ويعني معلقتين من عصير اللمون ده اختياري لو بتحب تحطي لو مش بتحب تحطي نكهة اللمون فطبعا ما تحطيها وش ممكن تحطي كمان بشر البرتقان أو عصير البرتقان يعني ده اختياري أنا بس بحبها وحطها تكون لزعة شوية كده هي اللي تشيز الأصلي بتتعمل كده بس اللي ما بيحبش طبعا لفيها اللمون أو البرتقان اختياري ما يحطش فيها وأضرب الخليط ده كويس جدا لحد لما يتجانس معي وهحط بقى النشا أضيف النشا وأضرب طبعا كويس جدا الخليط يكون يتجانس معي وكل المكونات تختلط مع بعضيه وهبدأ أحط البيض أحط بيضة بيضة ما حطش كل الكمية على بعضيه أحط البيض وأحط كمان الفانيليا وأضرب بقى البيضة كويس جدا علشان تندميجلي في المكونات وأضيف بقى البيضة التانية وأضرب الخليط كويس جدا علشان ريحة البيض طبعا البشر اللمون والفانيليا بتضيع لي ريحة البيض خالص أضرب بقى المكونات كويس جدا مع بعضيها بتطلع في منتهى الجمال معاكم إن شاء الله الوصفة دي لذيذة جدا إن شاء الله يا رب تعجبكم اللي بيحب تشيز كيك هيحب الوصفة الأصلية هضربهم بالشكل كده بالشكل اللي انتوا شايفين وأحرج بقى كل المزيج اللي معايا وأبدأ أعمل إيه؟ أبدأ أجيب الصينية اللي أنا حطيتها في الفريزر لمدة ربع ساعة وأحط الخليط ده بقى فيها طبعا طبقة البسكوت خلاص مسكت معايا زي ما انتوا شايفين هكده هحطها بالشكل ده وهبدأ بقى فين؟ أوديها على الفرن الفرن بتكون درجة حرارة 140 من فوق ومن تحت بدون المروحة يعني ما تشغلوش المروحة للي عندهم أفران بالمروحة هحطها لمدة قد إيه؟ لمدة 40 دقيقة أنا عندي صغيرة فهحطها بس نص ساعة كل ما بتكون كبيرة معاكي بتاخد من 30 ل40 دقيقة هعملها كده وهدخلها الفرن نستوديحها اللا ولما تطلع بوريكم شكلها وكده بعد ما طلعت معايا بسيبها طبعا إيه؟ تجمد بقى شوية بسيبها طبرة خالص وبعدين أحطها في التلاجة وما أسمهاش ألا تاني يوم يعني علشان الجبنة تتماسك معايا وتطلع لذيذة جدا جدا معانا شايفين شكلها؟ كده بعد ما جمدت معايا وطلعتها من القالب بتبقى شكلها فعلا لذيذ جدا طعمها كمان حلوة جدا زينيها بأي طبنج انت عندك ممكن كومبوت ممكن شوكولاتة ممكن أي شيء بتزينيها بيها سوس كراميل أنا عندي سوس شوكولاتة هزينها به يعني أي سوس انت بتحبيه زيني بيها التزين ده طبعا راجع لك وممكن تحطوها بالوصفة الأساسية ممكن تحطوها زي ما هي كده مش ضروري يعني تزين أنا هزينها بسوس شوكولاتة خفيف كده إن شاء الله يا رب أتمنى ان هي تعجبكم وتجربوا الوصفة دي وصفة لذيذة لذيذة جدا جدا للي بيحبوا تشيز كيك بجد وصفة خفيفة ولذيذة أنا عملت الوصفة دي علشان تعجبكم وتعجب أولادكم كمان إن هي مغزية فيها جبنا كتير بس طبعا الوصفة دي مش للناس اللي عاملين ريجيم يعني اللي عاملين ريجيم يتفرجوا بس عليها بجد وصفة لذيذة لذيذة جدا أتمنى يا رب أنتوا تجربوها وتعجبكم وتقولوا لي رأيكم في التعليقات لايك وشير للوصفة إذا عجبتكم لأنها بجد لذيذة لذيذة جدا جدا وخصوصا لو كانت باللمون أو البرتقون بيديها طعم كده لازع للناس اللي بتحب الحاجات اللي زي دي يعني بجد حلوة جدا مغزية للأطفال وللكبار أنصحكم تجربوها إن شاء الله هتعجبكم أتمنى أنتوا تكونوا استفدتم من الفيديو وتكون تشيز كيك الأصلية عجبتكم وطبعا بحبكم في الله أشوفكم في فيديو جديد أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر